موسيقى وسعدتم مساء مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص نخصصه لغهانات التشريعية الكبرى للدورة الرابعية للبرلمان المهربية حيث أنهت الغرفة الأولى أمس انتخاب هياكلها بالتصويت على رؤساء اللجان النيابية الدائمة في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي وبذلك يباشر المجلس الملفات المطروحة المهمة المطروحة للتداول والحسم خلال هذه الطاقة موسيقى ومتابعة لهذا الموضوع يصعدنا أن نستطيع فافي الوستوديو الدكتور محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي أهلا وسهلا بك دكتور أرحبا للأيمان أستاذ طيبة كما تنضم إلينا عبر سكايب الدكتورة خديجة والغازي أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس أهلا وسهلا بك دكتور مساء الخير أستاذ إيمان مساء الخير أستاذ عمراني بوخبزة أبدأ معك دكتور العمراني بوخبزة كما قلنا بالأمس استكمل مجلس النواب انتخاب هياكله كيف تقيمون سير هذه العملية التي طبعها التوافق بين جميع الفرقاء في هذه المحطة تحديدا هو هذه المحطة عندها وحد الخصوصية لأنها هي محطة ليست كباقي المحطات في مصر الولاية الشريعية لذلك فالدكتور عمل على تنظيمها وعلى تخصيص فصول خاصة بهذه الدورة لذلك حتى بالنسبة للتحليل يجب أن نأخذها بعد أعتبار هذه الخصوصية لأن بعد مرور نصف الولاية كثير من الأمور تطفو إلى السطح وبالتالي تكون هناك لحظة حاسمة على مستوى تقييم ما فات وكذلك هي لحظة لتهيئ للمرحلة المقبلة لأن هناك خصوصية بالنسبة للعمل السياسي في المغرب وأن الحملة انتخابية في المغرب تبدأ مبكرا بواحد مدة طويلة إذن فبالتالي هي الآن تفرز لنا حتى ملامح المرحلة المقبلة على مستوى طبيعة العلاقة ما بين الفرقاء السياسيين سوى انتخابية الأغربية والمعارضة لذلك هي لا تخلو من الجانب المتعلق بالتقييم كيف كانت المرحلة السابقة هل كان هناك وفاء بالوعود والالتزامات بين الفرقاء ثم استشرف معوافات هل هناك إمكاني للإستمرار في نفس التحالفات أم أنه سيكون هناك معطيات أخرى بديئة أفهم من كلامكم بأن التوافق هو مسألة منطقية جدا بالنظر إلى نصف الولاية الأول بالنسبة للتوافق على مستوى العمل للمكونات الأغلبية نعم هذا هناك أخذناه على الاعتبار لأننا لاحظنا أنه فعلا في هذه التجربة كان هناك التزام معلن وصريح وتم المحافظة عليه بين مختلفة هذه المكونات لذلك لم نلاحظ أنه كان هناك مثلا محاولة لنصف الأغلبية أو محاولة للخروج أو حتى لتشويش على الأغلبية ولاحظنا أنه كان هناك معاملة صارمة نوعا ما في مواجهة كل من يحاول من داخل الأغلبية أن يشويش على هذا التماس فمثلا لاحظنا حتى بعض البرلمانيين الذين لهم وزن داخل الأغلبية تم معاقبتهم لأنهم حاولوا تشويش على المساس المساس بهذا التماسك والتضامن كذلك أن في هذا العمل دائما كان بحكم الارتباط الأغلبية البرلمانية بالحكومة كان دائما توزيع الحقائب الوزارية يكون فيه طبع خصوصية بعض القطاعات الحكومية وبعض القطاعات الحكومية يكون فيها نوع ما فيها أزمات دائمة فيها نقاشات تحديات يتابعها العام فكيف تعاملت الأغلبية بدعم بعضها لأن في تجارب السابقة كان يتم تخلي وتحميل المسؤولية كذلك مسألة أخرى أعتبرها مهمة وهو تحمل المسؤولية لأن في بعض الأحيان الإيجابي لي وسلبي لك إذن لاحظنا مثلا فيما ماضى تجارب السابقة كان مثلا الأمور الإيجابية القطاعية الإيجابية تجنيها لوحدي نعم حزم معين ولكن عندما يقع ولاحظنا حتى عند انتهاء الولاية الحكومية ماذا يقع تراشق تراشق وكأنه لم يكن في يوم من الأيام أسرة واحدة وجماعة واحدة منسجمة وبينهم ميطاق يتم التزام به الآن لاحظنا هذا النوع من التماسك ورغم أن الحكومة مرت بلحظات عصيبة مثل ما وقع على المستوى التعليم مثل ما وقع على المستوى الآن على المستوى الصحة هناك الآن على المستوى الجماعة الترابية فهذا الجانب يحسب للحكومة وإن كان أقول وإن كان طراحة أن في لحظة من اللحظات كان هناك اهتزاز يقع داخل هذا التحالف لماذا؟ لأنه يجب أن نقر بأن الحكومة مكونة كمؤسسة فيها أشخاص وفدوا على الحكومة وتم منحهم الصبغة الحزبية وفدوا على الأحزاب وبالتالي كان هناك نوع من الهتزاز ولكن كان هناك سرعة للرد وسرعة لإعادة الانسجام للعمل من فكرة التوافق والانسجام والتضامن واللحمة أتحول إلى ضيفتي في فاس الدكتورة والغازي كان هناك إشكال مطروح على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهذه اللجنة يرأسها نائب من المعارضة الخلاف احتدم لمدة طويلة بين حزبين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية في نهاية المطاف تولى الاتحاد رئاسة هذه اللجنة كيف تابعتم الخلافة الذي انتهى أيضا بالتوافق بعد جهد جهيد والحركة الشعبية أصدرت بيانا قالت فيه بأنها تغليبا لمصلحة الوطن وحتى لا يقع هناك بلوكاج على هذا المستوى فقد آثرت أن تيسر وأن تمنح رئاسة اللجنة لحزب الاتحاد الاشتراكي نعم نعم إذن وجد الترحب وسادة إيمان في الحقيقة أريد أن تجاوب أو أن أنا أتفاعل أتفاعل أساسا التفاعل مع نقطة بسيطة في السؤال التي تفضلتون حول استكمال هياكل ثم مروراً سنجيل سؤال لكم إذن غير بنسبة الاستكمال انتخاب هياكل مجلس نقول بأن البرلمان أو مجلس النواة بشكل نجح في أول تحدي كان نطروح أمامها في هذه الدورة الرابعية وهو استكمال انتخاب هياكله وهنا يمكننا نسجلهم في الحقيقة مجموعة من المرورة أولاً كما تفضلتم وكما تفضل الأستاذ بوخبزة نعم هي كانت هذه الانتخابات كلها كانت توافقية ويمكننا نقول بأن هذا التوافق ظهر كبير جداً وبشكل نجالي في توزيع رئاسة اللجان واللي كان فيها نوعاً ما محاولة توفيق أو السعي إلى توفيق مجموعة طموحات سياسية لمختلف الأحزاب السياسية المكونة للبرلمان خاصة إلا كانت أغلبية ومعارضة هذه نقطة إيجابية والنقطة الثانية هي أن المعارضة نعم ترأست أو حصلت على رئاسة ثلاث لجان مهمة لجنة العدل والتشريع وهذه تتخذها في سكيمة تنقل انطلاقاً مقتضيات الدستورية أخطاها الحق أنها ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ترأست كذلك لجنة مهمة مرتبطة بقطاع الصحة ترأست لجنة ثالثة مهمة مرتبطة بقطاع الطاقة والمعادن المعارضة كانت كذلك حاضرة على مستوى نواب رئاسة رئيس مجلس النواب النواب النائب الثالث والرابع والسادس هذه كذلك نقطة مهمة سجلنا كذلك ظهور أو بروس بروفايلات سياسية جديدة داخل البرلمان ثم الاحتفاظ بنفس الوجوه هذه كذلك كانت سيمة ظاهرة ثم كذلك نسجل مع الأسف مرة أخرى تواجد ضعيف للمرأة هناك امرأة واحدة تترأس لجنة لجنة تبقى كذلك مهمة وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني مجموعة مستلبية سجلات ظاهرة الغياب مع الأسف وهنا يمكن من هذا المدخل نريد أن نقرأ ما جرى على مستوى أن نقابل ما جرى على مستوى الأحزاب المعارضة مقابل التوافق الذي صاد الأجواء داخل الأحل إذن عودة إلى السؤال التي تفضلت بأسا دائما يمكن أن تقول بأنه هو تطور طبيعي الخلاف الذي كان بين فرق المعارضة حول رئاسة لجنة العدل والتشريع هو تطور طبيعي للخلاف الذي يعرفه تعرفه المعارضة المغربية بشكل عام هناك تشرزهم واضح هناك أجزاء أو خلافات كبيرة جدا بين المعارضة يمكن أن تكون هناك خلافات شخصية أثرت مما لا شك فيه على أداء المعارضة باعتبارها تمارس دور المؤسساتي ودستوري مهم جدا ولكن في نهاية الأمر كما تمت الإشارة إليه كان هناك توافق والتوافق هنا ماشي فقط أنه يغلب مصلحة البلاد ويجب أن يكون هو المعطى الأول ولكن ما نستوش بأننا كما تفضلتم رحنا لهذا المعارضة أو الأحزاب بشكل عامل هي تستشريف الانتخابات ديال 20-26 وبالتالي كانت هناك توافقات فراغماتية لاحظناها سواء كانت بنفقة الأغلبية أو المعارضة من أجل وصول في نهاية الأمر إلى صيغة توافقية خاصة في صيغة المعارضة لكي لا يكون هناك بلوكاج أن الجميع يعلم بأن صف المعارضة مع الأسف غير موحد وغير منسج إذن كما كنا هو تطور طبيعي جدا كنا سنشوف أجلا أم أجلا هو تطور طبيعي جميل وما وقع يعني من خلاف على مستوى رئاسة هذه اللجنة كان ملمحا من ملامح ربما حال الخلاف طيلة الجزء الأول من هذه الولاية سأواصل مع ضيفي الدكتور محمد العمراني بو خبزة وأشرتهم إلى ذلك قلتم بأنه في مقابل ما عبدته الأغلبية من تماسك من وحدة من تضامن فيما بينها بدى لافتا أن أحزاب المعارضة بينها هو على امتداد زمن هذا النصف الأول في أكثر من مناسبة غاب التنصيق غاب الموقف الموحد وهنا يجب أن ننتبه المعارضة دورها مهم ومهم جدا في خلق التوازن في هذا المشهد لديها الكثير من الأدوار التي دستور 2011 ضاحف المهام الملقات على عاطق المعارضة في الرقابة في تتبع السياسات العمومية أيضا هي قوة اقتراحية كيف تابعتم عمل المعارضة والأجواء داخل المعارضة طيلة النصف الأول لا في الحقيقة المعارضة في تجربة تشريعية حالية تحتاج لقراءة خاصة لأنها ليست كال المعارضة في التجارب السابقة أولا من حيث العدد لأن من حيث العدد الذي وقع أن الأغلبية استحوذت على مقاعد كثيرة جدا وكنا نأمل أن يبقى أحد الحزاب الثلاثة أن يبقى في الخارج الأغلبية ويدعم يدعم المعارضة لأن المعارضة يعقود المعارضة ويدعم لأن المعارضة أولا هناك مجمعة من المقتضيات الدستورية مرتبطة بالعدد الخموس الأغلبية النسبية كثير من الإجراءات المرتبطة بالمعارضة داخل البرلمان هي منتبطة بالخموس إذن يحتاج الأمر إلى عدد وجود عدد عدد لا يمكن أن نجمع عدد بين أحزاب كثيرة لأن هذا في المعارضة عن نار بعض الأحزاب في المعارضة وهذا ما يشبه هذا كذلك هذا الجانب الجانب الثاني هو أن أحزاب يصعب أن تعتبرها في المعارضة صعب مثلا نتحدث عن اتحاد الشراكي يصعب أن تقول أن أحزاب اتحاد الشراكي اتحاد الشراكي كحزب أنه من البداية وهو يأمل أن يكون في الحكومة يبدو أقرب إلى المساند وهو لا زال لحد الآن يطالب أن يكون داخل وبالتالي حتى معارضته لم تكن لايت وكان هناك مناسبات عديدة وكأننا نحس بأن حزب اتحاد الشراكي يحاب نعمل الحكومة من أجل بل أكثر من ذلك نعلم أن حزب اتحاد الشراكي بفعل طبيعة النخاب التي لديه يتوجد في مواقع القرار في كثير من المؤسسات يقودها حزب الاتحاد الشراكي كذلك وهذا الذي يعطينا الفكرة كيف تنازلت الحركة الشعبية الاتحاد الشراكي يصالح الاتحاد الاتحاد الشراكي يجيد تدبير هذا النوع من المحطات لا أظن أن هناك حزب آخر يستطيع مجارس حزب الاتحاد الشراكي في التغلب على هذا النوع من البلوكاج لأنه يجب أن نقر بأنه في المغرب الأحزب السياسي وكل حزب سياسي من درسة خاصة عندها خصوص يديرها فالمناضل في الاتحاد الشراكي يختلف عن المناضل في الأحزب الأخرى في حزب الاستقلال المناضل في حزب الاستقلال له طبيعته له بروفيله يختلف عن إذن فابتلي نحن نعلم أن المناضل الاتحادي من ميزته أنه يدبر هذا النوع من المحطات وبتلي لاحظنا مثلا في تجربة السابقة كيف استطاع الاتحاد الشراكي لا يملك عدد من المقاعد بل أنه كان خارج الحسابات وأستطاع أن يأخذ رئيس مجلس النور إذن فابتلي هذه الخصوصية لمكونات المعارضة فابتلي كذلك هناك حزب الحركة الشعبية الذي ظل مدة طويلة في الأغلبية الحكومية ويحتاج إلى تقافة جديدة للمعارضة إذن فابتلي هو يناوش بحكم شخصية الأمين العام لا زال نوع عما بالمقارنة مع شخصية الأمين العام السابقة فيناوش ولكن لحد الآن ككتلة حزبية تمارس المعارضة لأن المعارضة ثقافة أيضا لأن لاحظنا كنا نكون واضحين لاحظنا في أول خرجة لأزل كيمارس المعارضة أمام رئيس الحكومة كان هناك رد فعلي رئيس الحكومة وكأنه يضعه في الإطار ويجعله في الزاوية ولم يترك له مجال لكي يخرج أنيابه كمعارضة يترك يلبس المعارضة إذن فالثاني المعارضة تحتاج إلى ثقافة فبقنا عندنا البيبيس وعندنا البيجيدي هدو نوع عما الأعدال والتنمية هدو نوع عما كأحزاب تثقن المعارضة مرت وتليلها تمرست على ذلك إذن فهذا التشردم الحاصل ليس بمعنىه السلبي بمعنى أن التنوع بمعنى حد الواقعي هكذا جاءت قدت صناديق الإقتراع لذلك فالتنصيق بين مكونات المعارضة من أجل مبادرة معينة صعب للغاية لأن كل واحد من هذه الأحزاب يحاول ما أمكن أن يربح نقاط ليس على الحكومة ولكن على المعارضة على الغريب في المعارضة مثلا كيف هي علاقة البيجيدي مع الاتحاد الاشتراكي من داخل المعارضة كمبادرة مثلا لملتمس الرقابة كيف كان الأجواء من أجل العمل التنصيق من أجل التصويت على رئيس مجلس النواب كيف كانت الأجواء مبينة ففي حين أن العلاقة مثلا بين الحركة الشعبية والبيباس نوعا ما لهم صراحة يتركون المياه تمر ولا يحاولون أن يسجلون نقط على مكونات المعارضة في حين أن الطرفين الآخرين خاصة انتحاد الاشتراكي كانت الأمر يتعلق بغريمان بغريمان للأسف وليس حتى التنافس ليس تنافسا مبنيا على وسوص مرجعية مثلا اختلاف التصورات بقدر ما أنه اختلافات شخصية ما يحمله بن كيران للشقر يؤثر على علاقة حزب العدالة والتنمية بحزب الاتحاد الاشتراكي لو كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية شخص آخر غير بن كيران لربما كانت تكون العلاقة مختلفة يعني لم ينسى لحد الآن بن كيران لم ينسى لحد الآن ما وقع في البلوكاج الحكومي سأوصل من هذه الفكرة ودائما نحن بصدد قراءة ما يقع في المعارضة أشريك ضيفتي الدكتورة خديجة والغازي هل حال المعارضة كما شخصه الدكتور بو خبزة هو في صالح الأغلبية الحكومية وفي صالح الحكومة لا يتم ربما التشويش عليها ومعارضتها بتلك الشراسة أم هو يبقى خسارة للعمل الحكومي وللعمل البرلماني وللعمل السياسي بشكل عام لأنه التوازن هو مطلوب ولأن الهدف هو معارضة تتتبع تراقب تقترح وكما قلت تخلق ذلك التوازن بين كفتي الميزان صراحة في يعني في رأيي جد متواضع سيدة إيماني ممكن لنقول بأن الصورة التي توجد عليها المعارضة المغربية حاليا هي تسيء إلى المعارضة المغربية بشكل نعم تسيء إليها باعتبارها يعني بديل دستوري ومؤسستي يجب أن يقوم على توجيه العمل الحكومي بنوع من سؤولية وكذلك بنوع من التضامن والجدية نعم كما تفضلتم هي نقطة أو نقطة إيجابية بالنسبة للحكومة لأنها تشتغل بأرياحية بداية أنها عندها أرياحية عندها أرياحية تشتغل بها لأول مرة في المشهد السياس المغربي حكومة ثلاثيات الأضلع على المستويات أو على المراكز ثلاث على المستوي الوطني الجيوي والمحلي وبالنسبة لأنها تطيها دفعة قوة التي كانت تشتغلها بشكل جيد ولكن في نفس الوقت المعارضة فوتت على نفسها أن تدخل في هذا الإطار التاريخي لأنها سوف تستطيع إذا كانت منتجمة وبينها توافق تغليبا غير المصلحات الوطن كان يمكنها توجه بشكل كبير جدا عمل الحكومي إذن نعم مع الأسف تفوت عليها المعارضة يمكن فوتت في الحقيقة سنوات مهمة كان يمكن أن تكون من خلالها أو تخلق من خلالها بدائل سياسية مهمة تقوم بتوجه وتقويم العمل الحكومي هذا التشارضم دي المعارضة وشيء بشيء يذكر أثر كذلك حتى لمسألة تواجدها داخل مجموعة منها كما للحديث التي تطرقنا ليقبع إلى مثلاً المعارضة في شخص فريق يهدد في الأيام الأخيرة وفي ساعة الأخيرة باللجوء للمحكمة الدستورية لأنه تنعرف بأن لدينا مادة في النظام داخلي للبرلمان المادة السبيعي أنت تقول بأنه يمكن للمعارضة أن تترأس لجنة مراقبة المالية إذا تقدمت بالترشيح يعني لأعطي ترشيح ديالها الأسبقية تعطى للمعارضة إذن ما حصلتش عليها ودخلت فيها دخلت معها البام كمنافس وبالتالي لجأوا إلى الأصوات وغالبياً سنتكلموا على معارضة باعتبارها أقلية عددية وبالتالي فاش لجنة الأصوات كانت نتيجة محسومة بداية البام هو اللي غادي يحصل على عدد الكافي التي سوف يمكنها من رئاسة اللجنة مهمة إذن هنا تتبيلي صورة مرة أخرى من صور التشرذم الذي أثر على أداء العمل الحكومي على أداء أداء البرلماني للمعارضة نزيد نقصة كذلك مهمة هنا تنشوفوا شنوما الأضرار ديال أن تشرذم المعارضة يعني أطرت على أدائها وعلى نجاعة أدائها هي على مستوى بنيتها عاد كيف أنها أطرت على البناء البرلماني العمل البرلماني شكالي نعم ثم على بناء أو توجيها للحكومة كذلك من بين الأعطاب التي سجلت على المعارضة هو أنها إلا كانت عندنا معارضة وكانت عندنا هذه الفرق التي تشكل المعارضة كانت قوية ومنسجمة كفاية وعملت على تحقيق توافقات فراغماتية كان يمكنها توصل إلى أن تترأس عدد الليجان أكبر دبما تنشي على رئاسة لتدية الليجان كان يمكنها تمشي أنها ترأس ربعادية للليجان عملا بواحد القرار جل المحكمة دستورية يقول أنه عملا بمبدأ التمثيلية مبدأ التمثيلية يمكن للمعارضة عندما يوجد مقعد أن تترأس عدد الليجان ولكن عندنا كان يخصى تكون عندنا معارضة قوية إذن لكل هذه اعتبارات مع الأسف المعارضة فوتت على نفسها يعني سنوات سنوات مهمة كان يمكن أن تبرزها من خلالها كفاءتها السياسية وأن تعبر عن نفسها كصوت حقيقي للشعب المغربي مع الأسف طيب نواصل ضيفية الكريمين أو نعود للحديث عن استكبال هياك المكتب المجلس ومن جديد أعود لضيفية الدكتور أبو خبزة جلسة الأمس شهدت غياب أكثر من 51% من النواب علما أن 225 نائبا في مجلس النواب تخلفوا عن حضور جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس الأسبوع الماضي كيف تعليقون قلما نكمل اللي قالت الأستاذة والغازي بالنسبة للمعارضة بعجالة لا غير لأن اللي قالت هذا جرنان واحد البروفيلات اللي كانت في المعارضة لأننا ركزنا على العدد وركزنا على العدد ونسينا لأن في واحد الوقت كانت المعارضة في داخل البرلمان المغربي كانت تكون بشخص واحد علي إعطال الله رحمه بوحده كان كي قلب البغلا بن سعيد الله رحمه كان بوحده أرى عمل فارق بوحده إذن بعد الأحيان إحتال ليس فقط العدد وإحتال البروفيلات إذن إحتال المعارضة الآن للأسف الشديد هناك نقص كبير جدا على مستوى البروفيلات إذن فيما يخص مسألة الغياب جالة المالك في المناسبة ديكراسين كين تخليق ديال كين مسألة ديالتخليق هذه شي حاجة ضرورية برلماني سنأتي على ضرورية لماذا؟ عن المدونة اللقية ده باشنو اللي واقع هاد النواب واش كين شي حد عنده سلطة عليهم واش كين شي جهة معينة لها سلطة تلزيمهم بطول إذن كين نصوص قانونية كين نظام داخلي عملوا مجموعة من الإجراءات الاقتطاع الإعلان عن الأسماء اللي كتغيب إلى غير ذلك هل هذه الإجراءات هي كافية ثم ما الأمر الآخر عجينا هذه المحطة ديال 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 إعادة الانتخاب الهيكي نعرفو هو صوت بنسبة النائب برلماني يرى صوت إذن فبتالي شنو كي وقع حتى رئيس المجلس ولا رئيس ديال الفارق ولا رئيس ديال لجناء ما كيكونش عندهم سلطة وخال النظام الداخلي كيعطيهم الحق لتفعيل الآليات لتتبع كي يوقع كي يبقى يضرب الحساب كي يقول لك أن سنجي في واحد ساعة سنحتاج من الصوت ديال ما سنصوت شعلي إذن اللهم نبقى هذا الجانب هذا كخصو آليات لإعادة النظر في الوسائل التي من خلالها يمكن إلزام البرلمانيين على حتى كانت تبقوا في الوظيفة العمومية كانت تبقوا الأجر مقابل العمل و اقتطعنا هذه هنا رأى مسألة أخطار من الوظيفة العمومية هنا هنا نقاش هنا نقاش أصلا هو نقاش أصلا حول التعويضات التي تلقاها البرلمانيين في المغرب كي يقول لك ما يخصاش يتكون لأن هذه تتعلق مع تطوعي إذن كي تجي نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة هذه التسكلفة لأن الديمقراطية لا يوجد ثمان لأن هذه مؤسسات الديمقراطية إذن لا يمكن أن نقاشها من الباب التي تتعلقها في المسألة لا يمكن أن نعودك تكون خدمت و تتلقلت و جئت إذن نحن نرى الجانب الآخر وهو من الخيمة خرج مائل من البداية لماذا؟ لأن الحزاب السياسي تختار البروفيلات في الانتخابات لا تختار على ما هي المرشح هذا وش غادي جاد ملتان وش غادي يخدم لي صورة الحيز يولد الفارق ديالي لا يهمه حاجة وحدة يهمه أنه يجيب من المقعد لأن جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة تفكر بمنطق من سيتصدر الانتخابات ولكن من سيشارك في هذه العملية لا يهم المهم هو أن يجب أن يكون قادرا على كسب الرهان الانتخابي وهذا الأمر أعطى حرية مطلقة ولا هذا البروفيل هو الذي يتسيد على المشهد بحضور هذا مقاطعتك شغير تابعت وقرأت هذه المسألة الغياب 51% و225 نائب ومصادر نيابية في خرجات إعلامية عزت هذا الغياب الكبير إلى عدم جدوى الحضور بالنظر لأنه لا يكون تصويت الأمور سمت سلافا كيف هذا العضل هل توافق يبرر الغياب على الأقل في هذه اللحظة هذه اللي كنتكلموا فيها ديال جديد لها هذه الأمر حالة معزولة استدنائية حالة معزولة ممكن تعودوا نحن نتحدث عن ظاهرة ظاهرة الغياب داخل البرلمان المغربي هي ظاهرة تؤرق وظاهرة تصار في كل مناسبة وظاهرة تحتاج إلى مواجهتها لأن لنكن أكثر وضوحا كم هي الامتيازات التي حاول البرلمان بغرفته تقديمها لأعضاء البرلمان جميع الامتيازات من أجل توفير الظروف والشرط من أجله ولكن بالمقابل لا زالت حالة دارة لقمان على حالها إذن الحل ليس في الامتيازات قمنا بإجراءات ضجرية بين قوسين لم تأتي وكلها إذن فين كين كين خلال في الوعي السياسي كين خلال في التنشئ السياسي كين خلال في العمل للمؤسسات الحزبية الحلول الآن يجب أن ننتقل إلى العمل بمنطق المؤسسات أن يصبح نائب البرلماني مؤسسة قائمة الدست ما شخص فرد لا أن يصبح مؤسسة الشغل عندها التزامات واجبات عندها كل نائب البرلماني له فريق يشغل معه وبالتالي تلك الإمكانات أو المتيازة تصبح في إطار تلك المؤسسة مؤسسة النائب البرلماني عنده فريق يشغل معه يقدم اقترحات يقوم بدراسات يتابع لعمل داخل الدوائر الانتخابية يجب أن ننتقل من الشخص إلى مؤسسة إلى مؤسسة نائب البرلماني ويكون فيها عمل محاسب لأن المؤسسة قابلة للمسألة أما الشخص صعب الشخص لأن الشخص يبقى يعطيك المبررات أما تكون مؤسسة قائمة ومضبطة هذا يقول لي لك كل الفريق المشكلية المؤسسة هو خادع للرقابة ونحن نعلم أنه داخل البرلمان بغرفته كان الكثير من الموظفين يشغلون وكان أشباح لأنه كان الحديث عن أشباح داخل البرلمان طيب أريد أن نخصص حيزا من نقاشنا للأجندة أجندة طبعا البرلمان خلال أو مجلس النواب بما أن الحديث اليوم عن مجلس النواب خلال هذه الدورة سأفسح المجال الدكتورة خديجة والغازي أكيد أنها تريد أن تدلي بدلها في هذه النقطة المتصلة بالغياب المتواصل وبهذا الغياب وداء لم نستطع أن نوجد له دواء رغم كل ما تم بدله من مجهودات لا على سبيل توفير الإمكانيات والتعويضات وحتى الزجر هل تكون مدونة الأخلاقيات هل تكون حلا هل تكون دواء لعدد من الظواهر في مقدمتها ظاهرة الغياب الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية وأيضا إلى مدونة للأخلاقيات عاجلا غير عاجل نعم كما تفضلتم أستاذ إيمان يمكن بتكلمنا على ظاهرات الغياب بلغة الأرقام في الجلسة الأولى سجل غياب أكثر من 191 عضو وفي الجلسة الثانية 225 عضو وهذا رقم مهوي لأن رحنا تنتكلم على تجديد هياكل وبالتالي رحنا تنتكلم على استحقاق يهم كل أطراف يهم ممثلين نواب الأمة وهم كذلك المواطنين المغاربة وهذا مع الأسف الظاهرة الغياب وخاصة في الاستحقاقات الكبرى هو يكرس مع الأسف ذلك صورة ذهنية التي تعرفها المواطن المغربية على طريقة تتغال المؤسسة البرلمانية بشكل عام سواء كانت فرق أغلبية أو معارضة وهذا تعزز كما قلنا حتى أن مجموعة من الدراسات على المستوى الوطني خاصة خرجت بمجمعة من الأرقام تتقول بأن مؤشر ثقة المواطن في آداء العمل البرلماني لا يتجاوز ثقف 21% وتتكلم على نسبة ضعيفة جدا إذن ونحن نتكلم على مؤسسة ليست بالهينار نتكلم على مؤسسة الدستورية مهمة لهو البرلمان إذن هذه المسألة الجلغية هي في الحقيقة تسائل ثلاثة العبعاد أساسية أولا تسائل البعد المؤسسات وشفنا بيننا البرلمان وخا كانت يدير الاقتطاعات من النواب التي تغيبوا ولكن أصبحت هذه الاقتطاعات لا تهمهم في شيء وبالتالي يجب الحصول على حلول جدرية أكبر ثم كذلك تسائل البعد الحزبي لأن في نهاية الأمر لذلك البرلمان تكون من نخاب سياسية وبالتالي هذه الأحزاب يجب أن تكون قادرة على تفريخ نخاب سياسية تتحمل المسؤولية ديالها داخل قبة البرلمان ثم كذلك فيها بعد أخلاقي بالمقام الأول لأن هذا الممثل نيابي هو تيمير سوح الوظيفة الشريفة وطنية هو يعبر عن آراء المواطنين يجب أن يكون حاضرا لأنه بحضوره يمثل رغبة المواطن المغربي يجب أن يدافع عليه وأن يتقاتل لذلك الملك أعلى سلطة في البلاد باعتباره مراقب كذلك هو عرف هذه الإكرارات التي يعني منها المؤسسة الشريعية وبالتالي طالب بضرورة إخراج مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني من أجل عقلنة تدبير هذه المؤسسة هذه ومن أن يكون هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة أولا ثم يكون هناك مساءلة نواب الأمة في تقصير أدائه تجويد العمل السياسي بشكل عام في البلاد إذن هو نعم أصبح مطلبا أساسيا ولكن هنا أنا يمكن تخوف كل تخوف من ذلك أنا نطبق المقولة فاقد الشيء لا يعطي لكن هذه المدونة أصلا من سوف يشتغل عليها تشتغل عليها جزء كبير من المنظومة التي تتواجد خلال البرلمان أي بالتالي يجب أن تكون هناك أصنجها محايدة إرادة حقيقية من أجل تصحيح هذه الوضعية وتصحيح هذه المصارات لأنه كما قلنا هو يسيء إلى العمل السياسي في المغرب بشكل نعم ولكن من باب الإنصف رأى الغياب وستدائما لم تسجل فقط في البرلمان رأى سجلت كذلك في تعامل الحكومة في مجموعة من الأسئلة مجموعة من أعضاء الحكومة ورأى مجموعة من أعضاء الحكومة إذن هنا سأعود لضيفي الدكتور بخبزة في هذه النقطة كيف تتابعون المصار المتصل بخروج مدونة الأخلاقيات إلى حيز الوجود متى تتوقع هنا ذلك هي واحدة من القضايا ذات الأولوية المطروحة على أجندة البرلمان وأيضا الطابع الإلزامي ما الجديد الذي يجب أن تحمله هذه المدونة حتى ننتقل من سجل فيه الكثير من الأعطاب إلى سجل آخر أكثر إنصافا طبعا للعمل البرلماني مش كون واضحين بالنسبة البرلمان يتعلق الأمر بتوجيه اسمالكيا صف يرى معناه رأى الاشتغال على كين مش ود نقاش عليها وتكشي وبالتالي كان نوعود بأن في هذه الدورة دورة ربيعية لا قاعدة قانونية ملزمة بالتالي عندما نقول إلزام في القاعدة القانونية هي مرتبطة بالجزاء أي قاعدة قانونية لكي تكون قانونية يجب أن تكون مرتبطة بالجزاء إذن فما هي طبيعة الجزاءات التي يجب أن تحملها هذه المدونة إذن طبيعة الحال كين الجزاءات هي موجودة الآن ما فيها المسألة دي الاقتطاع وحرمان بعد امتياز ولكن بالنسبة لهذا نوع من القواعد السلوك التي غير بين قوصين أخلاقية هي التي أعطيت هذه الصفة هي المقصود منها قانونية صحيح هذا لفظ الأخلاقي هو الذي نقول بيننا وربما لو كان القواعد الأخلاقية يتحكم لم يكن هذا الغياب سيكون كلام أخر لكن بما أن جلال الملك كان واضح أنه سيكون بصيغة القانون الذي هو ملزم بالتالي هذا الإنزام هو الذي يعطينا جانب الآخر وهو أنه ربما سيؤثر على السلوك بأعضاء البرلمان ولكن هذا السلوك قابل للتقويم عبر نص قانوني مع وجود ناس لهم ما لهم إمكانات مهد 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 وبالتالي تقطع لهم تعويض هذا جانب تعويض لم يؤثر بأي شكل من الأشكل حتى المسألة الإعلان عن الأسماء المتغيبة لم يؤثر لماذا؟ لأن لن لدينا صندوق الاقتراع الذي يعاقب لأن في الديمقراطيات المتقدمة ما يوقع يغيب النائب ولكن في لحظة الإعادة الغياب يحاسبه ناخب ناخب نحن نعرف كيف يطلع النائب البرلماني في الأغلبية لا يقولون كل شي يناضل من أجل أنه يكسب الأصوات ولكن كان جزء كبير أنه له منهجيته في الحصول على المقاعد إذن فبتالي مش العقاب ديال الصندوق هو اللي اللي فاعل كذلك حتى الوزن داخل الحزب فالحزب في كثير من الأحيان أنه لا يتحكم بشكل كبير عن مساوى التسكيات يعني ما كيش نقش الدموقراطية الداخلية للأحزاب السياسية واش كاين تداول مثلا في الترشيحات أو لا التسكيات كتجي بشكل فوق يعني بالنظر لهذا التشخيص شنو اللي يقدر يخلينا يعني من باب التوجيه من باب التفاعل من باب اقتراح كان مسألة الحرمان كان مسألة الحرمان من الترشح يتقدر تخلق الفارق بالمقارنة مع صادق هذه المسألة الحقوق السياسية كتطلق فرصة بمعنى أنك ممكن أن يكون الحرمان من الترشح في المناسبة مقديلة الحرمان من الترشح بنسبة لهياكل داخل المجلس مثلا رئيس فارق رئيس اللجنة نائب رئيس المجلس عضو في المكتب إلى غير ذلك فهذه الترشح تكون مرتبطة بالأداء باللتزام هنا سيخلق نوح الدينامية جديدة سيتخرج حتى الأحزاب أتخرج من الحراج ستغطى عنها الحراج داخلي داخلي لأن لاحظنا على سبيل المثال على سبيل مثلا مجموعة من الأسماء ما ترشحتش في الاتخابات تجديد للهيك الحالية رفعت الحراج على الأحزاب السياسية لأن علاج لأن إما عندهم متابعاء أو عندهم خلقوا حالة معينة داخل الحزب علاقتهم غير طيبة مع مكونات الحزب هدو اعطوا واحد فرصة المسؤولية على الأحزاب السياسية أنهم يرشحوهم المسؤولية لا العضوية في المكتب لا رئاسة الفرق لا رئاسة الليجا إذن فبتالي ممكن أن ننسيب على المنوال نمشو على هذه المنوال وهو أن تكون عقوبات لأن ضربوا جيبوا مكفتش ضربوا الصورة ديال مكفتش دابك يبقى الأصل وتحرموا من الحقوق السياسية الباقي من زمن هذا الحصة في حدود عشر دقائق سواصل مع ضيفتي طبعا والتفاعل سيكون مفتوحا بين ضيفي الكريمين بخصوص تكلمنا على مدونة الأخلاقيات هناك دورة ربيعية حبلة بالقضايا والملفات ومشاريع القوانين التي ستوضع بين أيدي اللجان سنتكلم على لجنة العدل والتشريع دكتورة والغازي لأنه هذه اللجنة أمامها لحظات حاسمة صعبة عصيبة لأنه ستوضع بين أيديها خلال هذه الدورة عدد من القضايا والقوانين المهمة قانون المسترى الجنائية بمقانون الإدراف أكيد وأيضا ملف إصلاح مدونة الأسرة وكين قوانين أخرى كذلك كيف تنظرين إلى ما ينتظر هذه اللجنة حديدا ومجلس النواب والبرلمان بغرفته خلال هذه الدورة نعم إذا تتكلم على لجنة مهمة ويمكن هذه من بين أسباب الصراع التي كانت بينا شقي المعارضة هو أنهم برقسوا لجنة لجنة العدل والتشريع وهذه اللجنة هي رأها عندها واحد لطنة تشريعية كبيرة جدا سوف تعمل على ماذا ستعطيها مجموعة من مكتسبات سياسية للسيفيد لذلك الحزو وبالتالي رأها سيكون طموح سياسي كانت يطمع له هذا الأحزاب بشترأس لجنة العدل والتشريع إذن نعم ما تفضلتم لجنة العدل والتشريع أمامها المصادقة على قوانين هيكلية يعني تستكملوا ده البناء الورش الديمقراطي والحق الاجتماعي الذي انخرط فيه المغرب على رأسها تجي كما قلنا مدونة الأسرة وتلقائيا إذا تمت المصادقة على مدونة الأسرة سيجيب معها مجموعة من القوانين التي يجيبوا أن تعدل على رأسها المصطرة المدنية وعلى رأسها كذلك المصطرة الجنائية التي فيها تقريبا كثر من 400 مدة سوف تعدل كذلك كان قانون في الحقيقة طال بزاف قاعة الانتظار وهو قانون تنظيم متعلق بالإضراب والقانون كذلك المتعلق بالنقابة وباش نكون يعني عقلانين ومنصفين رخصا نخرجوا قانون النقابة والأول وبالتالي المغرب يجيبوا أن يستكمل ترسانته الدولية في هذا المجال هنا تنتقل منذكرة الاتفاقي رقم 87 ثم كذلك كما قلنا القانون تنظيمي للإضراب كان كذلك قانون مهم جدا مرتبط من مدوانات الشغل بمنظومة التقاعد لأن هذا إصلاح مهكل كذلك وهناك كما يعلم الجميع هذا الصندوق هذا ره مقبل على الإفتادة في حدود 20-28 ثم كذلك يجب استخراج مجموعة من القوانين كجرعة أساسية من أجل تجويد منظومة التعليم ومنظومة الصحة ثم يعني الإدارة العمومية بشكل آمن وبالتالي هذه الدورة كما قلنا هي حبلة صراحة بعدد كبير جدا من المشاريع المهيكلة هذه الدورة كذلك ليست فقط أجندة تشريعية التي تميزها ولكن نحن أمام منتصف ولاية الحكومة بمعنى أنه رئيس الحكومة بمبادرة تنمينية منه إعمالا بالمادة 101 من الدستور المغربي أنه سيتقدم بحصيلة مرحلية للعمال الحكومي بشكل عام وهي فرصة حقيقية حقيقية لكل أطراف السياسية البرلمان بجناحيه معارضة وأغلبية من أجل توجيء العمل الحكومي وإغناء يعني إغناء النقاش العمومي بشكل فعال وبناء خدمة للمواطن المغربي وعليش نقول هذا فرصة حقيقية لأن عند منتصف ولاية الحكومة الحدود سعر عمل تزمتش بجزء كبير جدا من برنامج الحكومة وبالتالي هي وسيلة من البرلمان أغلبية ومعارضة من الضغط على الحكومة من أجل توجيه عملية لاستكمال برنامج الحكومي من أجل تقويمها ثم كذلك من أجل كما قلنا توجيه العمل حكومي بنوع من المتضاف يقض إعمالا بصورة فاعل حزبي بشكل أخبارني مخرج الحلقة سيمو حمد كابيشي بأنه الباقي من الزمن فقط دقيقة أمنحهما لدكتور أبو خبزا يستثناء ربما زمن هذه الحلقة أقل من العادة دكتور تفاعلا مع هذا خاصة خاصة في الجانب الشريعي وما هو موضوع على أجندة البرلمان خلال هذه التلغربية هو أولا ما خلصنا شوفه غير نخرجه نصص من أجل نقوله خرجنا نصص نحن تخلنا في واحد المرحلة كاسميوات جويد شريع نصص جويد شريع صحيح نحن بغيين نصص بمستوى عالي جدا الآن كان لحظ أن نوعية النصص التي سيتم تدول فيها من قبل البرلمان هذا الطبيعة خاصة وكل نص يحن نص يقول الأسرة الإضراب الجنائي المداني والشغل هذا كله خلقات سلسلة هذا اللي عندك في البلاد وملكين وما تنسوش بأن هذه النصص مرتبطة بأن نصص قانونية عديدة جدا تغير من دوانة الأسرة تحيل علم كثير من النصص تقول تغير تصدر قانون تنظيم الإضراب ستتبع مجموعة النصص القانونية المرتبطة بالوظيفة العمومية وقانون الشغل ستتعمل القانون النقابات نفس شيء المداني نفس شيء جنائي الآن نحن في أمس الحاجة إلى أداء للبرلمان ليس فقط من أجل أن نتخلص من نصص قانونية تصدرناها كثيراً بل نحن في حاجة ماس إلى نصص قانونية بجودة عالية وتجويد النصص القانونية وتجويد الشريع في المغرب هو مدخل مهم جداً لضمان الحقوق والحرية لا يمكن أن نواصل العمل بنفس الكيفية على مستوى إنتاج الشريع في المغرب ونحن مقبلون أو نطمح بأن نكون في مستوى أعلى بنسبة المغرب المغرب صراحة للأسف ما يحز في النفس وهو السرعة التي تشغل بها المؤسسات هناك مؤسسات عند التجربة ومؤسسات تفاوض كبير في السرعات وبالتالي هذا يعرق العمل لأن الديمقراطية هي بناء متكامل إذا كان المكون من المكونات هذا البناء يعاني أو يؤثر على بقي لاحظنا مثلا السرعة أو طبيعة المشاريع التي تقدم بها جالة المالك نرى الأداء الحكومي نرى الأداء البرلماني ونرى التفاوض ما بين إذن تأخير المغرب المغرب عندنا مشكل مع الوقت نحن بغيين للحق ومن حقنا وخاصنا ونواجبنا كذلك للحق وبالتالي تشريع هو مدخل مهم ومهم جدا تشريع الجيد كما وصبتمه شكرا لك الدكتور محمد العمراني بو خبزة أستاذ العلوب السياسية والمحلل السياسي أشكر ضيفتي عبر سكايب الدكتورة خليجة والغازي أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرامة أشكركم على طيبة المتابعة وعلى الوفاء لميدي أن تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة